بسي في نقطة كده لفتت انتباهي لحيك برضو تقولينه وجد نظرك فيها يعني اللي احنا نعرفه في عرف يعني كرة القدم لما بيبقى فيه مدرب عايز ان هو يعني يفرد خطة معينة على اللعيبة بيعمل ده في خلال التدريب مش في خلال مطشاط اللي احنا شفناه مع كيراش ان هو فرض 4-3-3 على اللعيبة من غير ما يتمكنوا منها ومطشاط على طول فيمكن دي النتيجة اللي احنا شفناها والأداء اللي غير مرضي لجماهير مصر يعني هو حتى لو عمل كده بقاله كتير بيعمل كده المفروض ان اللعيب لازم برضو يتأقلم مع الطريقة يعني خلينا نقول بداية ده مش صح ولكن هلاك شايف ان خلاصة لما ده تبك اكتر من مباراة فاللعيبة كان مفروض ان هي خلاصة خلاصة ان انا برضو في الاخر زي ما بيقولوا مين اللي سايق هو المدرب هو اللي بحط التشكيل هو اللي بحط العناصر هو اللي بحط التكتيك اللي عايز يلعب به ما تقدرش انت مثلا تحطي التكتيك اللي هو اربعة تلاتة تلاتة مثلا او تلاتة اربعة تلاتة وتلاقي اللعيبة بتلعب بقى مثلا اتنين ديفندرات وقدامهم واحد يعني هو بيبقى راسم القصة دي فالله صح نعرفنا المدرب ده بلعب الطريقة دي زي كوبر قبل كده كان الموضوع مختلف وكانت الناس بتنتقد كتير اولا انه كتلة دفاعية ولعب لصلاح كتلة دفاعية ولعب لصلاح اللعيبة كان بتنفذ وممكن يكون فيه لعيبة منهم مش مقتنعة بالموضوع ده بس هو ده لان في الاخر برضو انا كالعيب عايز بقى موجود في الملعب انا مش هسمع تعليمات المدرب خلاص هطلع برا في المطش طب تعتقد بقى هيكون راسم ايه على حد تعبير حضرتك هيكون بدايته تحديدا ازاي مش هيغير خطة ولا مراكز لعيبة ولا اللعيبة نفسها يعني مش هيغير الخطة وحتى اللعيبة برضو هو متمسك بحاجة معينة يعني انا سمعت النهاردة انه حاطت التشكيل في نص الملعب حاطت النني والسولاية ومعهم ايمن اشب اللي هي جربناها في كاس العرب وما نفعتش مش عشان ايمن وحش ايمن احسن اللعيبة اللي موجودة وعنده قوة في الاداء وروح بس مش حتيته يعني انت فاهم ازاي وبعدين انت بتحط تلاتة ديفندرات يعني انت زي ما بنقول احنا باللغة كرة شبه بعض ايوه فيبقى انت في الحتة الهجومية ما هتعتمد برضو على الطويل الكرة طويلة ما حدش هاخده الكرة ورقص رأيه وعدي اللي هي صلاح برضو بس الكرة بتاعت ايام كوبر كان يعني بيلعب بواحد بس اللي هو صلاح قدام وبيزود نص الملعب وبيطلع واحد مع صلاح كده على استحياء انما دلوقتي انت بتلعب بناحية الشمال فيه مرموش وبتلعب بمصطفى محمد وبتلعب بصلاح فالبردو واقف معاهم على الاقل اربعة في المساحات قليلة تفهمت ازاي فانت لازم يعني النهاردة يعني انا اعتقد انا اعتقد ان انا يعني لازم يكون زي زولو دور يعني زي زولاب اكتر من مرة في الشوط التاني وحسنا ان هو فرق مع الفرق لان هو عنده حتة بيمسك الكرة برقص واحد على واحد فالمطشاط دي هتلاقي الدنيا زحمة لما واحد على واحد بيترقصه بتعدي بتفتح مساحات بتطر المنافس يسيب بالرجل اللي معه وتطعي قبلك فلازم يكون وبعدين زيزو عنده سرعات وزيزو بلعب برضو بناحية المين ورخش برضو ناحية الشمال متحرك في التلت الاخير ممكن بيجيد برضو موضوع الاوفرات اللي احنا ما استفدناش من مصطفى محمد فيها خالص ولا مباراة يعني مفيش وبعدين انا اعتقد انا رأيي النهاردة موضوع برضو الاوفرات والحاجات دي مش هتنفع لان فيه ببان وقفة ناحية تانية يعني اه مصطفى كويس او بيجيد الحتة دي بس انت معاك اطول جامدة فالاجسام الجامدة والاقوية دول عايزين مهارة فردية تعدي لان بيبقى عنده عنصر الرشاقة يعني مش قوي كلما الجسم بيبقى قوي وطويل الرشاقة فدي بتاعت محمد صلاح وطويل الرشاقة محمد صلاح